مساء الخير عملاً بمواقيت الساعة فإنها ستقفز الليلة ستين دقيقة إلى الأمام ولما كان الميقاتي في المعجم الصحيح هو اللاعب بالزمن فإن رئيساً من هذا الزمان حرك العقارب الصغرى والكبرى لصالحه أخر ساعته لكي يتاح له تقديمها في التوقيت المناسب وعلى مرمى استشارات ملزمة عاد نجيب ميقاتي اسماً مرشحاً للرئاسة تهضمه قوى الثامن من أذار وتتفهم أسبابه ويقدر له وليد جنبلاط دوره المنسجم والمرحلة ليقع إرباك التسمية فقط عند تيار المستقبل موقف التيار الأزرق ستتحدد معالمه أكثر بعد لقاء كل من الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة على أراض غير محايدة وإن كان السنيورة سيسعى في هذا الاجتماع إلى التسويق لنفسه مرشحاً للسرايا منقذاً للمرحلة مؤتمناً على الانتخابات حزب الله فصل عبر النائب محمد رعد ثوباً وطنياً عاماً لتأليف الحكومة فيما تولى خياطة هذا الثوب النائب حسن فضل الله مقترباً أكثر من وضع رسم تشبيهي له الذي بدأ أنه يشبه نجيب ميقاتي وقال أن هذه المرحلة تحتاج إلى رئيس حكومة متوازن لا يشكل استفزازاً لشريحة كبيرة من اللبنانيين ولا يكون طرفاً في الاستقطاب السياسي الحاصل هذه العلائم سبق أن أجرى فيها ميقاتي فحوصاً مخبرية ونال فيها شهادة النأي بالنفس عن جدارة وإذا ما عاد إلى السراية فسيكون هو المؤذن الشرعي لوزارة التمديدات على كل الصعود وعلى مستوى الرئاسة الثانية فإنما قبل البحصة ليس كما بعدها وبر الجريح كلينيكياً تعتمله كسارات برملها وبحصها سياسياً وما جراحت الدكتور محمد جواد خليفي إلا لإزالة بحصة واحدة لا تسند الخوابية المتبقية والتي تسبب بها جبل أرتودوكسي ومنحدرات ريفية وسهول من غابات الستين والمختلط والنسبي المقنن وعارضة الأجهزة كل ذلك أدى إلى اشتراكات اقتصرت أضرارها على بحصة ولما لم يستطع بر بقها فقد أزيلت بالجراحة حتماً كان الابتهال لله بشفاء الرئيس الذي اعتاد أن يكون طبيب السياسة ومداوية جروحها ولو عبر انتحال صفة الدكتور المغربي فلبنان يعتل سياسياً ونبيه بر يعالجه مغناطسياً لكنه في الأيام الأخيرة استعصى على دواء التمديد لأشرف ريفي فخرج الرجل اليوم إلى التقاعد في احتفال وطني على أمل العودة إما لواء ممدداً في المدرية وإما نائباً عن أمة الشمال وفي الأول من نيسان تبدأ ولاية العميد رجي سالم موقتاً وهو تاريخ حقيقي ليس على اللبنانيين إدراجه تحت لواء الكذبة لأن الأمن لا يحتمل وعلى الضفة السورية ثمت من استبق موعد الكذب الأسود وأطلق في الثلاثين من أذار كذبة أول نيسان حيث تبنى الجيش السوري الحر مقتل الرئيس بشار الأسد بالتنسيق مع أحد ضباط القصر